اشتركوا في القناة 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 فهذه واحدة من السيناريهات اللي يمكن تصير وراح نشوف سيناريهات كثيرة وراح نشوف ممكن أعمال كثيرة تتكلم عن موضوع الفيروس هذا لا سيمة المسلسلات الدرامية حين بديت أشك حتى مسلسلات رمضان إذا في بعض اللقطات ما تصورت ويعني الله طلعنا من هذه الأزمة يمكن يلحقون يصوروهم كم لقطة كم مشاد عشان يحطونا في مسلسلهم عن فيروس كورونا وترى على الفكرة برات يصورون حلقات في رمضان يعني نحن دخلنا رمضان وفيه حلقات قاعد يصورونها في رمضان عساس يمكن يدخلون في الموضوع شيء هذا إذا سار هذا إذا سار طبعا نحن لا نعلم الغيب ولا نعرف ما الذي سيحصل مستقبلا لين متى رح ننطر الله العالم فكل شيء في وقته في أوانه صح وزين على العموم إيمان أستاذ أنا من عشاك درمندر أبيك تحكي مواقف بينهم أم وايد مواقف بين درمندر و دليب كمار و درمندر كذا مرة يقول أن دليب كمار اعتبر مثل أخوي كبير و دليب كمار اعتبر درمندر مثل أخو صغير و كذا مرة كان دليب كمار يقول يقول أنا أوكي أنا ممثل جيد وكل شيء بس أتمنيت أن يكون شكلي نفس شكل درمندر أي وسامتي تكون نفس وسامة درمندر كان لهذه الدرجة هو يعني يحب يتكلم عن درمندر و درمندر في المقابل كان يقول أني أنا صرت ممثل بسبة دليب كمار لأنه كان يشوف فيلام دليب كمار هو صغير فيلم الشهيد اللي هو من فيلام دليب كمار المعروف في الخمسينات درمندر شافه تقريبا أكثر من ثلاثين مرة و كان يروح على المراية يقلد دليب كمار على المراية عشان يكون مثل دليب كمار يقول لك درمندر أول ما شاف دليب كمار على الطبيعة حظناه قال أنا أعتبرك مثل أخوي و أنت السبب خلاني يمثل و كذا و كذا و هو أيضا اعتبره مثل أخوي صغير فيقول لك واحدة من الحداث اللي صارت فيما بينهم كان درمندر معزوم في بيت دليب كمار دليب كمار كان عاز منا على العشان بالليل و طبعا دليب كمار أكيل يحب يأكل بشراها معروف عن هذا الكلام و دليب كمار مرات مثلا يحب إذا في طبخة أكله يحب يزيدها الدسم فكان فيه كيمة تعرف من الكيمة اللحم مفروم من الأكلات المفضلة عند المسلمين هناك يطبخون في البيت فمحطوط على التاوى قاعد تنطبخ يقول لدرمندر أنه حطنا على التاوى قاعد تنطبخ فدلي كمار قاعد يحر التاوى و قاعد يلعب بالكيمة و يعدلها فتفاجأ أن يطلع بيضتين و نزلهم على الكيمة يعني يطالع تشي درمندر حتى يش شوبرا قال هذا الكلام على الفكر المخرج الراحل فدلي كمار يخبرهم كان يقول أنه أنا جربوا هذه الأكلة يضعون بيض مع الكيمة يشوفوا كيف تطلع نذيذة على الآخر ما في مثلها فتعشى مع درمندر وبعد ما خلصوا العشاء كان هذا اليوم برد من الليل درمندر كان يطلع يقول يا أخي جو بارد دلي بي كمار قال ما في مشكلة شيش لها الجاكت مالي قال عادي أخذ الجاكت مالي قال هيا أخذ الجاكت مالي فلبس الجاكت مالي و درمندر قال حق دلي بي كمار قال هذا الجاكت أنا ألبسها الحين و ما رح أرجع لك هي قال ليش قال هذا الجاكت جاي منك أنت تخيل كيف أرجع لك هي هذا اعتبر جاكت أخوي كبير و رح يظلم معي دلي بي كمار يقول خلاص خلا معك وبعد فترة شافوا بعض و ذكرا دلي بي كمار بالجاكت قال بعدها موجود معاك قال هي نعم بعدها موجود معاي وما رح أرجع لك هي هذه واحدة من الأحداث اللي صارت فيه ما بين دهرمندر و دليو كمار أمور كثيرة طبعا دليو كمار الأفضل في تاريخ سنة من الهندية محسن يقول نعم آها فك فكرة فيروس فكرة فيروس زين أنا شوفها هوت أحمد السلام عليكم وبركاته كيف الحال الله يحفظك ويسعد ربك الله يحفظك ويسعدك يا رب مين أغنى ممثل هندية حاليا أنا كلها أسمع أن أكشي كمار هو الأغنى وكذلك أسمع أن شاروخان عنده وائد أملاق هل يسمع بريمان أخويا حمد عندي سؤال شو رأيك في فيلم غينغ مالجاك الشروف ونانا باتكر الله ينرى بأيامك يا مبارك طبعا سؤالك عن فيلم غينغ أخوي فيلم غينغ هذا فيلم متأخر شوفوا الحين أنت دخلتني في موضوع الأفلام يمتتأخر تكون في قابلية تعبان لها فيلم غينغ تم إعلانه من بعد فيلم بارنده سنة 89 فيلم بارنده نزم تم إعلان فيلم غينغ سنة 90 على أساس أنه ينزل في سنة 91 أو 92 في بداية 90 من إخراج مزهر خان المخرج اسمه مزهر خان مزهر خان لو تعرفونه هذا مثل قديم وهو زوج زينة أمان تذكرون فيلم شان اللي هو ما يكون عنده رجول ويركب على الخشبة ويمشي هو يكون جاسوس بس هو يخلي عمره فقير فيه الأغنية ويد مشهورة في هذا الفيلم أغنية هذا الممثل توفى الله يرحمه مزهر خان اسمه أثناء تصوير هذا الفيلم طبعا من خراجه مات قبل ما ينهي هذا الفيلم أو أنهل الفيلم هذا بس ما توفى الفيلم خذ وقت طويل فوق الخمس سنين في التصوير كل مرة يصور لقطة يعني يأجل لقطة لو تلاحظون حتى في الفيلم أشكال مثلين تغيرت قصة الفيلم حلوة وأداء الفنانين نانا باتكر وجاك الشروف معهم جاويت جافري وأيضا كومار قرو كل واحد كان دوره جيد لكن للأسف الفيلم فشل بسبت أن فيه لقطات قاعدة تنعاد وفيه أغنية جابوها كذي عشان جوهي تشاولة موجودة في الفيلم يلا أغنية وفيه أغنية جابوها فالأسف الفيلم فشل الآن هذا الكلام أنا قاعد أقول لكم مرة ثانية يذكرني شو يذكرني بالأفلام اللي يوم ينزلون إعلانها والفيلم يتأخر نزوله بعد سنة سنتين شو يكون مصيره نفس سالفة الحين فيلم يمقتكم عن فيلم سيروبانشي الحين نحن نتوقف الفيلم بسبت طبعا فيروس كورونا يوم ينزل ينزل هذا الحل روح الشيتي قال لحق الكارنجوهر قال خلنحط شي مجهد عن فيروس كورونا والشرطة تحاول تحمل مدينة وإذا شي ممكن يساعد الفيلم ونعطيه في الترويج أكثر عمال لا موم مثل أكشاف يفيد هوم أربعة هو سيناصب هالدور مروق ثاني هذا أحمد دون مرد ولا كرانتي أنا بالنسبة لي كرانتي 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 أكثر من مرد صابرين الله يزيد من نعيمة معلمين هالكلام ناقم قربان هلو هاي موفي نايت أستاذ شو صر بموضوع التخت قالوا كرانتي قلت أنا الكلام هذا أعتقد في البداية ومعيدة وكل مرة مبحلو فموجود أنا حطيته في الشير من لايف رح تحصل أنه في احتمالة إلغاء المشروع بسببت أن الفوكس اللي هي شركة المنتجة رح تطلع من الفيلم لأنها خسروا بايد ايت تو اليوم توفت المثلة نيمي مثلت دور في فيلم آن مع دليب كمار منادر الله يرحمها الله يرحمها توفت اليوم أتذكر أن أسوي معها اللقاء قبل فترة نيمي هالمثلة من قبل ثلاثة أربع سنين ما شاء الله عليها يعني هي في الثمانينات عمرها قريب للتسعين سوي معها اللقاء وتتكلم كانت بطلاقة قالت عن فيلم آن فيلم آن هي تمثل في دور أخت دليب كمار وهي كان عمرها ذلك اليوم 17 سنة فيلم آن يا جماعة الخير اللي ما شافها هذا فيلم يعتبر من الأفلام الكبيرة جدا في السينما الهندية فيلم تاريخي بطولة دليب كمار والراحل الراحلة نادرة وطبعا مثلين كثار يعني موجودين فيه توفو والحين نيمي توفت الله يرحمها مسلمة على الفكرة هي قالت نيمي من القصة الحلوة عن هذا الفيلم هذا الفيلم على الفكرة صور في خمسينات ونزل في الخمسينات في منتصف الخمسينات تقريبا في منتصف الخمسينات هذا الفيلم ملون هذا الفيلم بسبت أن الشركة الانتاجية اللي في الهند أعلنت أنه بيسوون هذا الفيلم الشركة الانتاجية صوتها كان واصل لبريطانيا في لندن وهناك في لندن قال نحن رح نساعدكم في تلوين هذا الفيلم وبالفعل لونوا هذا الفيلم ونيمي تقول من القصص يعني كل ما أسمع القصة هذه شعر جسمي يقوم يتيني خشعريرا تخيل الموقف في سنة ستة وخمسين مدري خمسة وخمسين تقول نيمي أنا رحت للندن وأنا صغيرة عمري سبا طعام سنة مع دليب كمار ونادرة كنا راكبين سيارة فخمة شلونا من فندق ونظروا على السينما وأشوف كاميرا تصورا هذا كان افتتاحك فيلم آن افتتحو في لندن أنا قاعد أقول يا أخي يا الله دليب كمار صغير ونيمي كان عمر 17 والنادرة كانت بعدها في بداية العشرينات يا سلام لو يسوون عننا فيلم عن هذا الموضوع افتتاح فيلم آن في بريطانيا افتتحو هذا الفيلم يسوون عننا فيلم مثلا شو القصة بتكون أن هذا الأول مرة يروح لبريطانيا ومصغار ما يعرفون شيء عن بريطانيا ما يعرفون عن شيء عن هذه البهرجة وهذا الموضوع الكبير والناس المتيل العلاميين فشيء حلو صراحة لو يسوون عننا فيلم هذا الموضوع يقول ذك القصة في اللقاء من اللقاءات التلفزيونية قبل كم سنة الله يرحمها سير واذا تعتقد من رميك من مستر انديا باي علي عباز والله هذا الفيلم ان شاء الله شوفوا الحين بعد ما صار موضوع الفيروس كورونا والناس الحين خسران علي عباز زفر وياست شوبر خسراني مستحيل الحين يفكروا اني يسوون هذا الفيلم انا قلت انه بعد فيروس كورونا على الفكرة ليش في ناس بتسألني كيف الخسارة زين الحين هو توقف الشغل وين خسار يلسين الناس في بيوتهم المنتجين يلسين بيوتهم وين الخسار المنتج السينماي والممثل السينماي والمخرج السينماي والكتاب والمصورين والميوزيشن الموسيقار والديوبي وكلهم هذين راتبهم من هذا العمل فاذا هذا العمل توقف شو راح يسوون ما في مدخول ما عليك من المنتج اللي يقول لك يا خي لا انا الحمد الامور طيبة كان عندها مورسدس ويوم الثاني تحصل لك راكب لك كيف عندك كرولا قال لا عادي اغير اغير لا هو خسران الخسائر هذي تي اذا وقف ما عنده شغل فأنت كمنتج عندك عمل عندك فيلم تبقى تسوي وهذا الفيلم ما صار توقف انت خسران ايجارات خسران رواتب حق الناس اللي اللي هو دافع فلوس حق السيناريو ودافع فلوس حق الحقوق اذا كنت مسوي ريميك دافع فلوس حق الحقوق اذا مسوي ريميك حق الاغاني وامور كثيرة فهي كلها خسائر تتوقف عليك هاي الخسائر تخليك نازل في مكانك فأنت الحين تبقى تسوي ريميك حق فيلم مستر اندية مثلا وشاري حقوق ودافع فلوس ومرتب امورك ومخلص كل شي بس ما صورت الفيلم لحتى الان عشان ويروس كورونا فأنت الحين كل يوم محسوب عليك بخسارة كل يوم محسوب عليك بحاجم الخسارة هاي الخسائر ما رح يعوض لك ياه الحكومة الهندية الحكومة الهندية ممكن تعوض على امور تخص الحكومة أما ما رح تعوض في موضوع الانترتينت والأشياء الخاصة ما رح تعوض في هذا الموضوع فهني ألا أتوقع أنهم رح يأجلون هذا الموضوع والفكرة هذه اللي فيها عليها فيها خسار كثيرة يحاولون يسون أفلام ملمومة وسطية أنزين صابرينا خل الكورونا تخلص يا أمين ويزوركم على أمين إيمان أستاذ الأوسم من كل جيل من فترة الخمسينات الان من هو ولا هو شو السؤال ما والله ما فهمت أيما من الأوسم من كل جيل في الخمسينات الوسيم من دليوكم مار صراحة وسيم جدا كان ديبانو دينافس طبعا وسيم جدا أمين آآ آآ سؤال من الخمسينات الان يلا أوكي من الخمسينات أنا شف دليوكم مار من الستينات كبداية شمي كبور لكن أكل الجو لحد السبعينات وسامته معروفة طبعا بالثمانينات الوسيمين سنديول عندك الكبور عندك أنا شوفهم وسيمين صراحة آآ طبعا نهاية الثمانينات جو العيال الحلوين طيبين عامر خان لكن وسامة سلمان خان طغط عليهم من بداية التسعينات نقدر نقول هو أوسم واحد إلى دخولنا في الألفية رتك روشن هو الأوسم مع العيال الحين الوقت الحالي لحد رتك هو الأوسم لكن إذا في منافسة رنبير كبور أو أو يشمر خرانة يشمر خرانة يشوف أكثر شيء هذا آخر واحد أنا قاعد أقول شيء سريع بس لازم يبالي مثلا أقعد مع نفسي وأسترجعهم عشان نقدر أنصف الموضوع سلمان خان هذا لماذا لا أعتقد الفيلم سلمان خان راد تصور وائد أجزاء ومش بعيد إذا رجعت إلى أمور لطبيعتها ممكن يصور خلال أسبوعين يمكن فيه تصوير أسبوعين عنده ممكن أما إذا الموضوع ظل لحد رمضان أعتقد فيه صعوبة أن يكملون في الأمراض سلمان خان حسين كيف ترى فيلم غانجستر عمران هاشم كان قلنا رانوت فيلم جيد كان أغاني حلو وأكلت الجو صراحة كثير كان قلنا رانوت وطبعا اللي يمثل دور المجرم كان دور جميل هلو سير ه عبادي مدة إعلان سور 4 دقائق ما تعتقد أن أستهلكوا أهم المشاهد والضخمة كيف يسوون إعلان فيلم ثاني يرجعون الترويج والله أنا عادي أن أشوف في النار 4 دقائق والله حد له 5 دقائق ما في مشكلة أهم شي أن الفيلم يكون محتوى قوي هذا الموضوع بس الحين نحن نحن فيه تأجيل هذا شوي رح يأثر رح يأثر ما كاش اي رايك فيلم مدر 2 تصح نيت مردر 2 مردر 2 عمران هاجمي صح هو جيد نعم مردر 2 أحسن من مردر 3 و مردر 4 بعد تعبان بهومان بهومان 80 هلا أخوي من أحسن في التنفيذ عمر خان أو شار خان شار خان عنده وائد مهارات في التمثيل وقلت إذا حطوه في المسرح يقدر ياخذ ثلاث أربع ساعات يتكلم بروح مع الجمهور عنده ذاك الحساس أما آمر خان أكل جو من بعد طبعا من بعد النهاية التسعينات لماذا؟ بدأ يغير بدأ يختار أدوار مختلفة شارو خان تقوقع في دور واحد لفترة طويلة الدور الرومانسي نعم هو مثل في بعض الأدوار لكن هي مش محسوسة مثل سويديس مثل دور البتاني اللي كان في فيلم هيرام لكن مش محسوسة لأن ما عنده كثرة ظل هو راج راج الحبيب شارو خان من سنة 93 إلى سنة 2016 راج الحبيب حتى في فيلم الأخير زيرو 2018 يعني تحس أنه راج القزم هو الحبيب آمر خان غير وصل لمرحلة أن أي دور ينعجن فيه مو شرط أنه يعمل أوفر أكتم بس يعمل أداة طبيعية هذا الأداة طبيعية شاطر فيه عامر خان ولذلك أنا عامر خان عنده القدرة أكثر حاليا لأن هو خلاص قادر يجرب كل شيء شارو خان للأسف ما قادر يجرب مع أن عنده خامة قوية في التنفيذ ليه دخلة الفلام متأخرة في بوليوود عكس هوليوود لأن هذه فلوس خسائر الفيلم مغلع عازم اللي نزه في سنة ستين دخلنا نحن في عصر الألوان على فكرة في سنة ستين لكن الفيلم تصور لمدة أكثر من كم تقريبا ثمان سنين ما ذلك كم سنة الفيلم قاعد يتصور صور أيام الأبيض منتج الفيلم آسف الله يرحمه يعني أنتج الفيلم بسخاء حتى باع ملابسه واستأجر من البنك ورهن بيته على أساس أنه يخلص هذا الفيلم يمعرف موضوع الألوان دخل عصر الألوان هو بعد قاعد يصور الفيلم قال على الأقل أنا بصور شي في هذا الفيلم اللي هي أغنية جبارك يا تودرناك هذه الأغنية المشهورة هذه الأغنية ليش لونها لأن المكان اللي فيها تفاصيل قوية جدا ما رح تعرفها عن طريق اللون الأبيض في السينما فلذلك لازم يتلون تلونت هذه الغنية رحوا خسروا عليها خصائر كبيرة لونوها في بريطانيا وحطوها في محتة لدرجة أنه كان الناس منبهرين يمشوفون هذه الغنية في السينما يقول يا ريت لو هالفيلم كله كان ملون بس الغنية هذه كانت ملونة أي نعم جات فترة الألوان وجات بعدين ديجيتال ديجيتايز التلوين لونوه في سنة 2004 وعادوا عرضوا مرة أخرى لكن بعدها كان اللون مش قوي جدا أتمنى أن يعيدون مرة ثانية التلوين هذا الفيلم في الوقت الراه ويطلعون بصورة حلوة أيوة حسب ما يقولون خسائر بوليوود وصل 100 مليون دولار والله كيف يروجون قديم ما فهم شو سؤالك ديواند موحل وفايا صبرين بالعكس ديواند جميل ديواند كان جمال واصل لمرحلة أنه كانوا كانوا المنتجين يخافون يجيبون اللبس الأبيض على ديواند لأنه كل ما يلبس أبيض يقول لك المراهقات كانوا خلاص تيه آهات يمشوفون ديواند باللبس الأبيض اللبس الأبيض كان خطير عليه اللبس أبيض مع أسود كان خطير عليه معروف ديواند ستار وين يو يو مروكو إن شاء الله إن شاء الله بمروكو بعد ما تنتهي الأمور هاي كلها والوضاع تكون طيبة إن شاء الله عمار شو قال كرن جهر على نأكشك أمار ما أعرف شو قال أول مرة أسمع شاروخ يا حمد يا صابرينا شاروخ يا حمد نعم شاروخ بعد طويل ما على كلام مساء الخير أحمد من أحمد يا صالح أنا اسمي حمد حميد أحلى مسلسل اللي عجبني في حياتي هو ديلي كرام نصيح لي يفوتكم مسلسل من الآخر مسلسل جميل نعم يعني أوفق الرأي لأنه مسلسل مسلسل موسم واحد وانتقي آه صابرينا تقول وسيم شاروخ شاروخ جذاب أكثر ما هو وسيم هو جذاب أنا أشوف مش حلو مرة ديف صابرينا آمين أمين أنا ما أجاوبك شو هاتسؤال هذا شمعن أبعد آمر خان ليش ما يكون مع آمر خان طبعا إذا توب ثري بالفلوس يعني البوكس أوفيس والمنتجين يتفعلهم أكشيكمار سلمان خان أكشيكمار سلمان خان وما بين أجا ديف ورنبير سينغ ورنبير كابور هذا بالنسبة البوكس أوفيس شاشيكابور بعد حلو نعم صحيح شاشيكابور حلو بعد بس أنا شو قلت يا صبري أنا قلت أن هذا السؤال جاي فجأ وجواب سريع استرجاع ياخذ وقت طويل بس أنا قلت لدي وعتقد في حلقة عندي موجودة في اليوتيوب top 5 أو سم رجال السينما الهندية موجودين شوفوهم بروحكم يعني فيه بنوت كنن أنا نسيت لازم أقول بنوت كنن من ضمن اللي اخترتهم عمر هالأكشة انتهى من تصوير لكشمي بوم تقريبا الفيلم منتهي أكثر من 90% هذا اللي عرفه نامق قربان دهرم is biggest cultural value who is unit us all يمان استاذ فيروس خان وراج كابور رايك فيهم راج كابور فنان مبدع وحساس وأفلام كلها يعني الدليل على أن هي أفلام إذا شفتها الحين بعد تحس أنها أفلام جديدة هذا الدليل على أن هو كان عند حس كبير في الفن فيروس خان كان سابق قوانم من ناحية تقليد هوليوود والكوبوي فرس خان فنان بس ما يتقارن مع راج كابور أبدا مبارك أميتاب وشاشي وفينوت كنا بأواخر سبعين كانوا وسيمين مهم وفينوت كنا أكثر وسامة صراحة وشاش كابور وراج كنا بعد تعجبني صراحة أمين سر إذا كانت مرة لتعلم كما تفعل دهرمندرا ستفعل إن شاء الله ستفعل أستاذ شو رايك فيلم تنبار موجود لا تسألوني هي الأسئلة اللي انتوا عارفين جوابها كم مرة اقول لكم المرة المليون اي فيلم تسألوني عنه من بعد الفيلم 15 ادخل اليوتيوب واكتب اسم الفيلم وكتب جنب اسمي احسني انا اتعب ما اسوي هذاك الفيديو وانت ما تشوفه يمتسألني السؤال احسن اتعب يراح هباء منثورة شوف الفيديو رجان يعني اها زنسيت اكشي كومار وسيم بعد استاذ ايه وسيم اكشي كومار صح بتخلون الحلقة كلها عن من الوسيم ما وسيم بتضاربون يعني خلاص خلاص ولا واحدهم وسيم كل واحد قبيح كلهم قبيحين زين كلهم يسون ميكوب ويحطون فلاتر كلهم قبيحين كلهم قبيحين زين الا هذا هذا الوسيم الله على يغضي صالح احمد في اليوتيوب بدي اشارك معك بس عم ما عرف وين لايف لايف هني موجود يا اخوي صالح دايما اسلام هل شهادت فيلم يي سالي اشقي بطل الفيلم هو حفيدة مريش كوري لا ما شفته انصحك تشوفه موجودة ان شاء الله اذا حصل ذا بشوفه الله يعافيك يا مبارك يستغل يترشع عوافي صديقي على مين علشان يكرهون شاروخ يا حمد من يكره شاروخ بادي ما هي طرق الترويج الزمان في السبعينات والخمسينات وكذا وكيف الجمهور يتحمس شوف قبل كان ترويج كان عادي طبعا الاسطورة درمندر مجمع الجمسية من الهندية قال في كلمة مشهورة قالها الحين يقولك في الزمن الحالي اصبحنا مثل سوق الخضرة تعالي اشتري بطاطا تعالي اشتري طماط تعالي اشتري خيار تعالي اشتري بصل سرنا كذي تعالوا يا جماعة الخير قبل كنا ما نسوي جري هو يقول قبل كنا ما نسوي هالترويجات اللي قاعد يسوينا الحين قبل كان الترويج عادي جدا المشاهد ما كان عنده يعني غير السينما واصلا حتى الحين الهنود ما عندهم غير السينما اوكي فيه سوشال ميديا فيه نتفلكس الحين فيه نستجرام فيه فيسبوك فيه تويتر فيه كل خرابيط هاي موجودة لكن بعدهم عشاق السينما عاشق السينما مش محتاج الى فنان يشوفه 24 ساعة في اي برنامج وبرامج عشان يروج هكذا فيلم مش محتاج هاي برامج ترويجية قاعد يخسرون فيها على الفاطحة انا اقول فهذا رأي شخصي لان اكبر دليل ان عامر خان سأله قال يا اخي انت تسوي افلام ولا مرة شوفناك تشارك في اي برنامج برامج الغنائية الاحتفالات او الحلقات هاي الشوب اللي تطلع في التلوزيون قال ما يحتاج انا عندي اعلان رسمي نزلته على اليوتيوب وعقب الاعلان الرسمي الفيلم موجود في السينما قبل كان كذي قبل كان بوستر الفيلم ينزل في جريدة اسمها سكرين معروفة هالجريدة سكرين انا كتشتريه وانا كتصغير بوستر فيلم نازل عقبها يوم خلاص انتهى تصوير الفيلم وقرب عرض الفيلم باقي للشهر ينزلوها البوسترات في السينما المشاهد اللي اياي اياي يشوف فيلم مثلا راح يشوف البوستر اوه اي فيلم اي شي جديد مين هالبطل اوو دهر من اوه اميتابتش اوه كذيب المهم قبل ما ينزل الفيلم في السينما قبلها باسبوع ينزلوا اعلان رسمي داخل القاعة يشوفون الاعلان في فيلم مثلا شافوه الحين وفي نص الفيلم في الاستراحة ييبون اعلان الفيلم اللي بينزل بعد اسبوع اعلان جديد دهرمي اوه هذا اعلان الفيلم اوه هذه اللغاني في الفيلم اللي كنا نسمحها نحن في المسجل اوه هذي اشكالهم اللي كان في البوستر تجدي الفيلم له رونق له وزن تحس ان تشوفه في السينما دعايته تجي له وزن عقبة ينزل الفيلم في السينما هذا هو الترويج ما يحتاج اني اروح اركض واشي الماكروفون واطلح في التلويزون هذا الموضوع بدأ في التسعينات وهذا الاسلوب بدأ يزيد اكثر عن اللازم وصل لمرحلة الملل خلاص تحس انك تشفت الفيلم كامل من كثرة الترويجات حق الفيلم تمل على الهم مبارك راجو جل جل راجو أبني مستيمة وهي والله مبارك كوي جي يا مر يا خسارة يا مبارك عندنا نحن هنا في البلاد ما فيه لايف مشارك لو عطونا موضوع لايف المشارك انه مدخل مع بعض والله إيمان استاذ لاحظ فترة السبعينات تصوير وملابس اكثر اناقة من تسعينات خصوصا في المشوليك كان تصوير رائع كأنه جديد موجود حتى الحين يعني مو كل افلام تصوير كان قوي ويعيش شولي واحد من هالفلام ميررام جوكر واحدة من هذه الافلام اللي عاشت حتى الان في صورتها البصرية الصحيحة يا محل يا محل راج صابرينا صابرينا بتظلين على موضوع الوسيمين ما وسيمين الحلقة بتصير صراحة ماسخة يا أخي والله العظيم كلها عن وسيمين يعني ما في موضوع ثاني كاش بناسبة عيد ميلاد عمران هاشمي ايش الافلام الجيدة لعمران انا والله ما عرف انه اليوم عيد ميلاد عمران هاشمي ولا عرف عيد ميلاد مين اليوم ولا عرف اليوم سمعت انه نيمي الله ارحمه توفت مثلة كبيرة فاختارونكم اي فيلم من افلام عمران هاشمي موفي نايت في الهند وافقوا ووقفوا السينماي كامل ليش بعد العيد والله ما عرف السؤال ما فهمت ووقفوا السينما بعد العيد ما عرف السؤال في ايتيتو من اجم مثلا في الخمسينات ودستينات منسبة لحلقة موجودة في اليوتيوب مال اجمل مثلات ما بتكلم الحين مبارك الطبق مع ايمان بولووز استاذ ليش سيف علي خان ما نجح مع البقية لانه سيف علي خان افلام ارصبت فشلت وكام ما يختار في الام صحيحة نعم صبرينا بجرم مثله ومدو بالم بوها شو اسمك بوهام بوها بوهامان اخوي حمد توافقني ان تمثيل مثلات الحين احسن الحين احسن من قبل شو رايك لا ما افكت على اي مقياس انت قسط ان المثلات الحين تمثيلهم احسن من قبل على اي مقياس على مقياس التطور على مقياس انهم ماشين مع العصر مقياس التطور كل زمن له ظروفه قبل هذا الزمن كان كذي انه ما يقدروا يتكلمون في المواضع الجريئة فهذا كان هذا هو خطهم لكن انت كيف تلتمس من الاداء طريقة احساس المثل او المثلة تلتمس ان هذه تقدر تعطي تقدر تسوي تقدر تجيب تقدر تعرف هذا الشيء من احساسها لكن لا تزعل او تقول لي اخي لا ما تفعلها مثل الدمية تتكلم كانها ملقنة هذا كان في فرض كان في خطوط حمرة على بعض الاشياء التي لا تقولها يعني مثلا في فيلم كوكتيل تسوي حركة بصبحها وبعدها تقول كلمة وهي سكرانة لا تقول الكلمات واو جرأة هذا الزمن مطلوب قبل ما كانوا يقولون هذا الشيء ما يقدروا يسوون هالحركات لان عليهم قيود مفروضة فانت ما تقارن بهذا المقياس لا للمثلين ولا للمثلات قارنها بطريقة اداها وحيدة رحمان فتنانة عظيمة نوتن نندا مدوا بالا نرقص خطيرة في اداها بعيونها ما في مثلة هندية أنا شوفتها حتى الآن تقدر تأدي بعيونها مثل نرقص العيون الناعسة العيون الباكية العيون الحزينة كانت موجودة عن نرقص قوية جدا نرقص لكن فرض عليها ان هي على في الخمسينات كان ما في شيء اسمه تاخذ حريتها التامة بس اداها قوي فانت لا تقارن بالطريقة هذا هاي مقارنة خاطئة جدا او السؤال مالك يعني انا سامحني حسين استاذ حمد اكو شيء من الزمان في بالي وقبل شوي جنت شاهد سلمان خان واتصرفاته في حفل جواز وايضا بعض الاماكن احس في شيء مثلا عند السلطة على بولد كأنما هو اسس بوليود عكس النجوم الاخرين اتصرفه مع المطربين حسين سلمان خانها تصرفه شخصي انا ما قدر اتكلم عن تصرفه كل انسان له تصرف شخصي وهذه المشكلة مش في سلمان خانها المشكلة في الناس اللي متحملة هذا الشيء فانت يوم تتحمل مرات سلمان خانها اقول معاه حق لانه في ناس في الهند تستحق ان يعاملهم بالطريقة هذه يسوي معهم كذلك وفي ناس لا بالعكس انت تشوفوا يوم يروح هو يسوي هذا الشيء في اماكن اللي موجودين في الحفلات ويعرف ان هذي الكل اللي قاعد يسوينا كلها مصغرة بس يوم يروح حفلة كلاسيكية حفلة فيها ناس كبار مثل حفلة افتتاح كتاب مع الفنان القدير اشا بارك اللي حضروها الاساطير دهلمندر جدندر اشا بارك مثل كبار كان جاي باحترام ما قادر يسوي حركاته هذيك ولا بتشوف اسلوبه سلس طبيعي جدا فمو معنات انه حتى يوم جاء دبي يعني مشوفته في دبي كان محترم يعني تكلم بطريقة محترمة ما عنده يسوي تشيدي ممش مو شرط يعني بس هذي يسويها مع بعض الناس كاش منصبت اوك سعى جوابنا امين ازترو ذات أليا بترفيوز فلم ادامر خان بكوز فر اشاء الله سلمان اي دونت او بنات اندحرون عليش و مبارك سير كان يو سينغ ذات هندي سونغ بليز هم 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 كي هم بيتر فور دوم فور والله لا تسلني عن دوم فور خلي يسير الفيلم ذيك سعى اتكلم بولويز سادي ليش تلف علي خان مانا سأجاوبتك على السؤال بريمو منو افضل مخرج حالين في اخر عشر سنوات راج كومار هيراني ايمان استضمين اجمل مثلات في الخمسينات الى الان عندي حلقة موجودة في اليوتيوب اسمها توب فايف بيتفول غيلز بيتفول هيروين مثلات موفي نايت لماذا لا نجحت ان شاء الله مع سلماء خان وسجيلها ابن سالم ما نجحت ما صار الفيلم اصلاً كيف نجحت اخبار عند قريبه كاملتك هليوود ايه رايك اذا صار شي جيد كاش بناسبة عيد ميلاد عمر ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييه السئلت تكارى اني اشوف جمعةة الخير اضطر اني انزل لين نهاية ابعرف اي شو اللي فاتني أنا آخر واحد عندي الحين يبين يعيدوا للأسئلة سمحته الأسئلة كلها يخذ أخطر من الفيروس كورونا هالأسئلة هذه تنعاد عشرين مرة محسن عندي الحين أنا هنا محسن يقول ليه كله بيخاف من سلمان وهو همجي لدرجة صعب التعامل معاه أنا جوابت على السؤال الحمد لله الحمد لله ياني سؤال أنا مجاوب عليه يلا ابدوا معاي بالأسئلة الجميلة والأسئلة اللي تحس أنها هي تعطي عنوان لهذه الحلقة شو توقعون شو هو السؤال القوي اللي بيجيني الحين اليوم أنا سويت لايف أم سويت لايف للعصر كلمت عن بعض الأفلام تابعوه على النت فليس يا والله صبرين السئلة قديمة ومعادة مليت أحسني مثل النوني ماتي الباقباء باق 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 أحمد دون سؤال تفضل يا أحمد حسين هو موضوع خاص في سامة خانش دخلني فيها و مرة كثير مرة كثير ترى هاي على حسب عبادي يقولون في المبر مصر تأجل جمهور ملمين تاجيل ما سمعتني تأجل ما فيه خبر عن تاجيل يمان السادة تكلم عن فيلم شو فيلم كورباني لأنه واضح استاذ مبارك يحبه عطنا فيلم كوميدي هندي كميدي هندي شوف لك فيلم البيريو ادرشن هيرا بيري كبداية عطنا غصة جميل لطيفة مثلك حيثة ان شاء الله يالس معاكم بشكل مبارك اوف من الأفلام اللي احبه واللحينة شوفه فيلم قرباني هاي مبارك بابلك القصة مبارك نطلع من جو الأسئلة اتيتو ما ذكرت مينا كوماري اتيتو انا قاعد اتكلم بشكل عام يعني مثلا انا يوم بقى اكل برياني برياني باللحم بنسى انه كان فيها فستق او مكسرات بقول او كان لذيذ طعمه استوه مع طبعا حطوه في روبا حطوه في بهارات حلوة نسيت كلمة مكسرات فمو معنات ان انا ما حبيت المكسرات حبيت المكسرات فانا قاعد اتكلم بشكل عام يعني حان بجيني واحد من نطب قللي انت ما ذكرت سمونة الفنانة بجنتي مالة انت ما ذكرت هي ممالة انت ما ذكرت ريكا ما انا قاعد اتكلم بشكل عام كان جاني سؤال عن الموضوع بمثلات القديمات والعداد هل لك شي لان يشارك في هيراب هيري لحتى لا يوجد مش مؤكد برايك افضل سينما ودراما عربية في التاريخ افضل سينما مصرية بدون منافس اصلا ما في منافس حقا احمد دون منو فيلم ما يقدر سؤالك ترام خربط يا احمد دون منو فيلم ما يقدر يشيل خلنا عن دلب روحي لما يكون بطل لما يكون دور مساعد منو الله سؤالك لحتلان خطير يا احمد ما قادر اعدل فيه الحروف مبعثرة من فيلم ما يقدر يشيل فيلم لما يكون بطل لما يكون دور مساعد يبدأ جنة سؤالك يا احمد دون قول لي هذا الصح والغالط قصدك الفيلم اذا البطل ما لها تعبان يجيك البطل المساعد يشيل الفيلم شو هي الافلام هذه ومن هم الابطال المساعدين لشلوا افلام كانوا لابطال ما لها تعباني او الابطال ما لها ما كونه قوية هذا كان قصدك في سؤال صح ولا لا منو ممثل اقصد منو ممثل تقصد اوكي بأي مشهر قال ونسيت اي نبي لعبة احمد دون اوكي انا بجاوب على السؤال احمد دون وبعدين برجعلك يا مبارك على فيلم قرباني افلام اللي هي سؤالك جميل صراحة يا احمد دون اكثر هذا موضوع وايد يعني مهم ويعطيك دافع حق الناس اللي تحب تمثل وايضا يعطيك اهتمام وفضل للأفلام اللي كانوا ابطالها معروفين كبار لكن خفضوا او اخذوا الاضواء المثلي المساعدين اللي كانت ادوارهم مدتها اقل بكثير عن البطل الرئيسي منهم فيه بوليوود في رايكم طبعا انتم شاركوني اعطوني اراكم وانا بقولكم فيه وايد افلام ابدأ معاكم بافلام السبعينات مثلا نقول مثلا فيلم السبعينات عند ظهور طبعا ممسا بعد ستينات يلا خلينا نرجع وارا بعد ستينات في الستينات كان طبعا راجد دركومار تعرفونا يعني يسمونه جوبلي كومار من كثر ان افلامه كلها تنجح كل فيلم ينجح يكمل ستة شهور مثلا سيلبر جوبلي او سنة قولان جوبلي فكان يسمونه جوبلي كومار فاي واحد كان يمثل معه ما يعطونا يعني اهتمام كثير درمندر مثل مع راجد دركومار في فيلم اي ميلنكي بيلا دور مجرم هنا بدأ يظهر درمندر لكن بعد راجد دركومار هو كان البطل الرئيسي في هذا الفيلم فيلم للكار مثله مع بعض راجد دركومار مالا سنة ودرمندر راجد دركومار مالا سنة كان يعتبرون نفس رامبير سنك وديبيكا بادكون في الوقت الحالي ودرمندر آنذاك كان يعتبر نفس نقول مثلا مبثل صاعد في السينما الهندية اللي بدأ يطلع ضوءه لكن اللي اكل الجو في الفيلم درمندر فيلم للكار هذا في نهاية استينات في سبعينات ما قادر اذكر يعني فيلم الشعلة بجون كبار ودرمندر اميتا بجن سنجيف كمار همامالني كلهم يثلوا حلو في الفيلم كل واحد طلع بدوره وكل واحد ينذكر في التاريخ لكن في ذيك الفترة خذ شوية أضواء أمجة خان الله رحمه دور قبار سنة خذ يعني اذكر أنا كنت في كل التقنية كنت أدرس أيام كل التقنية كانت المدرسة ماتنا هندية درسنا اي تي كمبيوتر فعرفتني أنا أحب فيلم هندية فسألتني شو أفضل الفيلم عندي قلت له أفضل الفيلم عندي قلت لي مين عجبك؟ أنا لازم أقول درمندر درمندر أنا حبيبي قال درمندر لكن خفت الأضواء كان هو أمجة خان فقلت لها صح كلام لماذا قالت لي هذا الكلام؟ لأن أمجة خان يستويع خالها هذه المدرسة هذه معلومة أنا نسيت أخبركم إياها كان اللي تدرسني خالها كان أمجة خان الله يرحمه في الثمانينات عندك أنا لا أقول الثمانينات بس أقول لكم أفلام سريع فيلم دامني آخر أربعين دقيقة يكساني داول الفيلم من بطوة رشيكابور وميناك ششي شادري لكن ساني داول يأكل الجو في خلال أربعين دقيقة لدرجة أن الفيلم دامني كل ما ينذكر ينذكر بساني داول فيلم هيرا بهيري اللي في سنة ألفين أكشي كومار سونيل شيتي تبو موجدين يعني هالصف الأولى يعني يعتبرون يعني الرئيسيين على البوستر بعد وكل شي لكن اللي أكل الجو بريش راهول بريش راهول أكل الجو في هذا الفيلم لدرجة أنه أنا في رأيي شخصي أكشي كومار ما يريد يمثل الجزء الثلاث عشر سنة بريش راهول ما يأكل الجو عليك مرة ثانية لأنه ما يريد يبقى لا يبقى فيلم حقه هذه معروفة فيلم بريميا تشوتيميا فيلم مالأميتابتشن وقويندا لكن قويندا أكل الجو على أميتابتشن في هذا الفيلم مع أنه كان قليلا ما الناس كانت جاية الناس كانت متحمسة حق أميتابتشن أكثر شيء يريد يشوفونه في هذا الفيلم نعم أعطوه بعض مساحة وكذلك قويندا أعطوه مساحة قويندا أكل الجو لكن نحن بنتكلم عن مثل مساعد دعنا نتطلع قويندا من هذا عندك أيضا أي فيلم فيلم خاكي أعلم أعتقد كان أجي ذيفقان دور المجرم وأكشي كومار وأميتابتشن والله كلهم كان مثل جيد في هذا الفيلم وما قدر أتذكر مين أكل الجو كل واحد كان زين شو من الأفلام بعد أم كارا أم كارا فيلم معروف من الأفلام اللي طلعت سيف علي خان بشكل كبير جدا مع أنه كان مساعد بطل في هذا الفيلم البطل الرئيسي كان أجي ذيفقان لكن اللي أكل الجو سيف علي خان في هذا الفيلم عندك كذلك مين بعد نقدر نذكر من الأفلام هذه وما قدر من الأفلام لم أستطيع أن أسترجع هالموم سؤاله كان جميل وصراحة نده أعلمهم بنتكلم عن فيلم قرباني إذا مبارك موجود ويشاركني مبارك الموضوع هذا أجي ذيفقان مع أمران هاشمي فيلم مونتسو قانتان من مومباي صح؟ الأثنين كانوا قوية نوعا ما أمران هاشمي أكل الجو في الفيلم صح؟ في خاكي حمد يكفي في أميتاب الحب أي نعم أميتاب كان دوره قوي في الفيلم صح؟ نعم قصة عن نجاحات سنة دول وكيف كان ملك بوكسوفيس في سالحامل إن شاء الله هذا كلام هاني ها في التسعينات تقضيك مع أني ما شفته خاكي مبارك يقول لك مبارك ما شفته بعد ما يصير فيلم دشمن مع كوجس نجد أكل الجو الشرير نعم نعم صحيح فيلم سارك سادشف أمور بوركر اللي يمثل دور راني أخذ أكل الدور على السنجداد وكجابات في هذا الفيلم أيضا نزل خلنتكلم عن فيلم قرباني يا جماعة الخير فيلم قرباني من الأفلام المهمة جدا في السن الهندية فيلم قرباني اللي ما شافه هذا الفيلم نزل في سنة الثمانين من إنتاج وإخراج الراحل المخرج والمثل كبير الله يرحمه فيروس خان من بطولة فيروس خان نفسه مع الراحل بنوت كنة وزينة كامان وشكتي كبور أرون إيراني أمريش بوري في هذا الفيلم موجودين فيلم قرباني يتكلم عن قصة صديقين الصديقين هذين يتعرفون على بعض بمحظص صدفة وعن طريق طبعا المجرمين يعني شكتي كبور كان مجرم في هذا الفيلم المجرم هذا كانت عنده مشاكل مع فيروس خان فيصيره أصدقاء فيروس خان وبنوت كنة طبعا صداقة وفي نفس الوقت فيه علاقة موحدة ما بين الأصدقاء مع زينة ثمان إنه زينة ثمان هي حبيبة فيروس خان لكن يوم فيروس خان ينسجن يجي في حياتها في نوت كنة طبعا فيه مثل قدير في هذا الفيلم اللي هو بعد أكل الجو أمجد خان الله يرحمه موجود في هذا الفيلم دور الشرطي لشكل الجو لأنه في هذا الفيلم يمثل دور الشرطي وكوميديان في نفس الوقت بطريقة طبيعية الكوميدي الموقف كانت لعب مع دور كبير طبعا فيلم قرباني واحدة من الأفلام المهمة اللي نزلت سنة الثمانين لعدة أسباب أول هذه الأسباب الموسيقى أغاني الفيلم اشتهرت بشكل كبير في نهاية السبعينات من ضمن هالأغاني كان غنوها المطربين الراحل محمد رفي لها أغنية كشور كمار الراحل كذلك نازية حسين لو تعرفونها هذه الراحلة مطربة باكستانية اللي غنته أغنية هذه المطربة غنت أغاني وايد على الفيديو كليبات وتوفت الله أرحمه صغيرة طبعا غنت أغنية كانت مشهورة وايد في الأيام الثمانينات كنا نسمعها صغار وايد هي أغنية ما يابهو في الفيلم بسي على سريع ليس غنية فيلم هي غنية فيديو كليب كنا نسمعها في التسجيلات هي أغنية ديسكو ديواني آها آها هاي أغنية مشهورة وايد ماتت بمرض السرطان رحمها طبعا هذه الأغاني مو دبلجوها سووا مثلها بالإنجليزي بعد لدرج شهرة هذه الأغاني أشهر أغنية في هذا الفيلم غنية توجسي قربان ميري جان ميراد الميرايما ياري ميري كهتيها يار بكر ديسب قربان قرباني 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 قربان كنا نسمعها بشكل كبير جدا أتذكر في مدرستنا أنا كنت أدرس في مدرسة داخلية عسكرية صف الراب خامس افتداي كانوا مسوين حفلة بالليل مدرسة مسوية حفلة مدرسين موجودين كان عندي مدرس بابا كر الشيخ قلنا الغني لاغنية سودانية قلنا الغنية سودانية قلنا الغنية سودانية قلنا الغنية جاني طيف وطايف مثالك القزائف وأنا من عيون وخايف والله خايف بعد غنان الغنيات إزايكو ما شفتكو قاعد يطبل ويسوي حركات بالطبلة هذي غير الموج سوى موج ما الليلة ما الليلة سوى بعد فجأة أشوف واحش الميكروفون من عند مستاذ السودانية قلنا الغنية مشكل ما يعرف يقولون موج سي مشكل ملناك فهذه الغنية أولة لا كلهم قاعد يصفون لطفاء العيال لحنا كنا صغار فاستغربنا يعني موجة أغاني وشهرة الأغاني كانت محروفة قوية جدا مع الفيلم قرباني فيلم قرباني ما يميزه الاكشن وتصوير الفيلم اللي صوروه في الهند وصوروه في بريطانيا التصوير لندن كان قوي جدا أداء ربينوتك هنه كان رائع صراحة في هذا الفيلم وكذلك طبعا فرس خان من الأشياء الهامة ومحطات الرئيسية اللي سارت في هذا الفيلم أن فرس خان أجل تصوير الفيلم مدة سنة لأنه كان هو يبقى بطل يميشاركه في هذا الفيلم مين هذا البطل؟ البطل طبعا وينوتك هنه عارفين لكن قبل وينوتك هنه كان أميتا بتشن اختيار فرس خان أميتا بتشن كان قاعد يماطم ما عنده تواريخ كل مرة يأجل يقول بعدين وبعدين آخر شيء فرس خان زعل من ميتا بتشن قال عادي ما بتيع ميتا بتشن بقي واحد ثاني وجاء بينوتك هنه ومشت مع بينوتك هنه بشكل كبير جدا وهذا يعني نقطة مهمة كانت على الفكرة كان في منافسة في بداية الثمانينات يوم طبعا ميتا بتشن سار سوبرستار المنافس الوحيد كان حقه بينوتك هنه بينوتك هنه يمحصل على هذا الفيلم وهذا الفيلم على فكرة نجح نجاح بلوك باستر كبير جدا في سنة الثمانين رجع يعني رفع أسهم في نوتك هنه بشكل كبير جدا بس مشكلة في نوتك هنه انه هو ما عمر ووقف في ثنين ثمانين وطلع على موضوع انه يوقف ويعتزل فن ما غير وغير هذا السوال ولا كان كان مسوي يعني مسوي تهديد كبير على امام فيلم قرباني أنا شفته طبعاً في سنة ثمانين نفس السنة منزل في السنة في السنة وكنت صغير طب كان عمري سبع سنين تقريباً اذكر دخلوني السنة اذكر الشاشة مليانة نيران انفجارات هي بداية اللقطة كده بالفيلم قرباني كل مرة اذكر انفجار جي اقول انبار اقول شو هذا شفته ثلاث مرات في السنة اربع مرات في التلفزيون وما ادري كم مرة بالVHS من الافلام الخالدة الافلام القوية المشهورة اللي ما تننسي في السنة الهندية فيلم قرباني وخلصنا اللايف باقي ثمن ثواني برجعلكم حق اللايف الثاني بس اعطوني بس شوية استراحة بسراحة برجعلكم